بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل درس الألوان الأحمر والأصفر والأزرق أخذنا مجموعة من الهداف التعليمية حققنا معظمها في الأسابيع الماضية اليوم سنكمل تحقيق الهدف الأخير وهو رقم خمسة أن يكتب الطالب والطالبة حل تمارين الكتاب الدراسي إذن اليوم سيكون حل تمارين الكتاب الدراسي دائما قبل أن أبدأ بالدرس لا بد أن أذكر بالقوانين في المدرسة عندنا قوانين أيضا في الدراسة عن بعد هناك قوانين أولا الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة ثم إحبار الكتاب والقلم وأيضا الممحة عند الحاجة والألوان عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس والجلوس بجانب ولي أمرك جلسة صحيحة في مكان هادئ إذن هذه هي القوانين الآن سنبدأ بحل التمارين حلنا بعض التمارين في الحصة الماضية اللي هو التمرين الأول والتمرين الثاني سأقوم بمراجع سريع لهذه التمارين ثم سأبدأ بالتمارين الجديدة لدرس اليوم في نشاط رقم واحد قلنا أن المطلوب أن نصل الأناصر ذات الألوان المتطابقة ببعضها وجدنا هنا صورة موز سيارة وشمام وتفاح الموز لون أصفر إذن سأبحث في الأسفل عن اللون الأصفر وجدت أن الليمون لونه أصفر لذلك قمت بإيصال الموز للليمون طيب السيارة لونها أزرق أين وصلنا السيارة؟ لأي لون؟ للون البالون لأن لونه أزرق أنا الآن فقط أراجع طيب الشمام ما لونه؟ أصفر إذن سأبحث عن اللون الأصفر وجدنا أن الليمون لونه أصفر قمت برسم خط مائل بينه وبين الليمون التفاح لونه أحمر بحثت في الأسفل عن اللون الأحمر وجدت صورتين نفس اللون أحمر الفراولة لونه أحمر والوردة لونه أحمر هذا هو حل نشاط رقم واحد وقمنا بحله في الحصة السابقة أيضا قمنا بحل نشاط رقم اثنين سأقوم أيضا بمراجعته نشاط رقم اثنين ابحث عن اللون الأحمر عندي هنا مجموعة من الصور وردة، صوص دجاجة، كيس وشمس هنا في النشاط مطلوب فقط اللون الأحمر أين وجدنا اللون الأحمر في الحصة الماضية؟ أحسنتم الوردة لونها أحمر وأيضا والكيس لونها أحمر طيب تأكدنا من الإجابة الصحيحة كلنا حلنا في الحصة الماضية طيب خلونا نبدأ الآن بالتمارين الجديدة حق الدرس اليوم افتح الكتاب على نشاط رقم ثلاثة نشاط رقم ثلاثة سأبدأ بقراءة السؤال ثم أعطيك فرصة لتفكر بالإجابة الصحيحة قبل أن أقوم بالحل المطلوب ضع علامة صح ضع علامة صح هذه هي علامة صح على الأشياء ذات اللون الأزرق الآن المطلوب أي لون؟ الأزرق هنا عندي مجموعة من الصور حلوة وردة وشمس أي منها برأيكم اللون الأزرق؟ نفكر قليلا ثم نعود لكم مرة أخرى قدنا لكم في نشاط رقم ثلاثة قلنا أن المطلوب أن نضع علامة صح أسفل الأشياء ذات اللون الأزرق عندي ثلاث صور حلوة وردة وشمس أنا أريد فقط الصورة التي تمثل اللون الأزرق أين وجدتم الصورة التي تحمل اللون الأزرق؟ أين هي؟ أحسنتم الوردة الوردة لونها أزرق طيب هل يوجد صورة أخرى لونها أزرق؟ لا فقط صورة واحدة وهي الوردة طيب لو سألتكم عن لون قطعة الحلوة هل أخذنا سابقا؟ لا لون مختلف طيب ماذا عن الشمس؟ أخذنا هذا اللون أحسنتم لونه أصفر إذن لون الشمس أصفر والوردة لونها أزرق لكني وضعت علامة الصح أسفل الوردة فقط لأن السؤال مطلوب فقط الصورة التي تمثل اللون الأزرق واضح؟ إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لهذا النشاط تأكدنا منها؟ انتهينا؟ طيب نفتح الصفحة على النشاط الذي يليه نشاط رقم أربعة نشاط رقم أربعة طيب سأقرأ السؤال ضع علامة صح هذه هي علامة صح أسفل الصورة التي تحتوي على اللون الأصفر ضع علامة صح أسفل الصورة التي تحتوي اللون الأصفر إذن هنا حدد لي لون وهو اللون الأصفر لون أصفر هنا عندي إشارة مرور طيب ثلاث صور لإشارات المرور لكن كل إشارة تمثل لون معين لكن أنا أريد أن أبحث فقط عن اللون الأصفر ما رأيكم أن نوقف المقطع الآن؟ ونبحث عن الإجابة الصحيحة ثم نعود مرة أخرى لأقوم بالحل على الشاشة لنتأكد من الإجابة الصحيحة عدنا لكم في نشاط رقم أربعة قلنا أن المطلوب أن نضع علامة صح أسفل الصورة التي تحتوي على اللون الأصفر وجدنا هنا صور لمجموعة من إشارات المرور كل إشارة تمثل لون معين لكن في السؤال مطلوب فقط اللون الأصفر أين وجدتم إشارة المرور التي تمثل اللون الأصفر؟ نشير على الشاشة ممتاز أحسنتم هنا هذه الإشارة سأضع أسفلها علامة صح لماذا؟ لأنها تمثل اللون الأصفر طيب هذه الإشارة ما هو اللون الذي تمثله؟ أخذنا هذا اللون سابقا أحسنتم أحمر أحمر إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لنشاط رقم أربعة أن أضع علامة صح أسفل الصورة التي تمثل اللون الأصفر وضعتها هنا لأنها هي الإجابة الصحيحة انتهينا؟ تأكدنا من الإجابة الصحيحة؟ طيب ما رأيكم الآن أن نقلب الصفحة على النشاط الذي يليه؟ وهو نشاط رقم خمسة ستشاهدون في الكتاب الذي أمامكم نفس الصورة الآن موجودة على الشاشة سأقوم بقراءة السؤال وأعطيكم فرصة للتبكير مع أولياء أموركم بالإجابة الصحيحة ضع الأشكال الحمراء معا في دائرة واحدة ضع الأشكال الحمراء معا في دائرة واحدة إذن المطلوب أني أبحث عن الأشياء الحمراء ثم أضع حولها ماذا؟ دائرة طيب هنا عندي صورة تفاح سيارة وجه مبتسم قطرة ماء طيب الآن أريد منك أن توقف المقطع عزيزي ولي الأمر وتعطي ابنك وابنتك فرصة للتفكير بالإجابة الصحيحة ثم نعود لكم مرة أخرى لنقوم بالحل سويا على الشاشة عدنا لكم في نشاط رقم خمسة قلنا أن المطلوب أن نضع الأشكال الحمراء معا داخل دائرة واحدة وجدنا هنا أن هناك أربعة صور صورة تفاح سيارة وجه مبتسم وقطرة ماء كل صورة تحمل لون مختلف لكن المطلوب في السؤال فقط اللون الأحمر أين وجدتم اللون الأحمر؟ في أي صورة؟ في أي صورة؟ يوجد اللون الأحمر؟ أحسنتم في التفاح التفاح لونه أحمر أيضا هل يوجد صورة أخرى لونها أحمر؟ أين هي؟ أحسنتم السيارة أيضا لونها أحمر طيب أيضا هل يوجد صورة أخرى لونها أحمر لا الوجه المبتسم ما لونه أصفر أحسنتم ماذا عن قطرة الماء ما لونها أزرق أحسنتم أنا هنا لا أريد لا الأصفر ولا الأزرق أنا أريد فقط الأحمر طيب وجدناه في التفاح وجدناه أيضا في السيارة ماذا سنفعل الآن أحسنتم سنضع حولها دائرة سنضع حولها دائرة إذن سنرسم دائرة كبيرة حول التفاح والسيارة لأنها تمثل اللون الأحمر تمثل اللون الأحمر طيب ما رأيكم أن نتوقف عند هذا النشاط وغدا نكمل بإذن الله بقية الأنشطة الموجودة في الكتاب الدراسي لكن لا ننسى أعزائي أولياء العمور أن نقوم بتعميم مهارة الألوان الأحمر والأصفر والأزرق من خلال استخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية من خلال مثلا تصنيف الفواكه والخبروات حسب اللون أيضا مثلا مجموعة من الكوار نطلب من الطالب أن يقوم بتصنيفها أيضا حسب اللون مجموعة من الأشياء المختلفة أهم شيء أنها تكون متوفرة من البيئة المنزلية ويبدأ الطالب في تصنيفها حسب اللون هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم بإذن الله غدا سنكمل بقية حل تمارين وأنشطة الكتاب الدراسي أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر